المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسترد معكم آخر توقعات الحالة الجوية اليومية في المملكة خلال الفترة القادمة هناك توقعات مرتقبة بهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عدة وواسعة من المملكة خلال الفترة القادمة هذه الزخات تنتج بفعل ارتفاع كبير في نسب الرطوبة في طبقات الجو المختلفة بالتزامن مع نشاط لامتداد المنخفض البحر الأحمر على السطح وبالتالي حدوث أحوال جوية غير مستقرة في مناطق عدة من المملكة قد ينتج عن هذه الأحوال الجوية غير مستقرة خطر تشكل السيول بفعل غزارة هذه الزخات محليا في مناطق عدة من المملكة كذلك الحال إثارة للغبار والأثبابة بفعل نشاط ما يسمى بالرياح الهابطة المصاحبة للعواصف الرعدية كذلك الحال الرياح السطحية وبالتالي خطر حدوث ثدنا في مدى الرأي الأفقية ننتقل معكم إلى توقعات الأمطار القاصة بهذه الحالة نلاحظ معكم خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الخميس وحتى الاثنين القادم هطول زخات رعدية متفاوتة الغزارة في أجزاء عدة نبدأ معكم في المنطقة الجنوبية الغربية المتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تطال خلال بداية أو خلال يوم الأحد والاثنين القادمين منطقة الجبال الغربية من المملكة بما فيها منطقة جدة كذلك الحال أيضا نلاحظ معكم القطاع الشمالي الغربية من المملكة على الحدود مع الأردن والحدود مع العراق هناك توقعات بهطول لهذه الزخات الرعدية متفاوتة الغزارة أيضا غرب المنطقة الوسطى بما فيها منطقة الدوادمي وقد تقترب بذلك من العاصمة الرياض وبالتالي نعود معكم إلى العاصمة الرياض خلال الليلة القادمة أجواء مستقرة درجة حالة 23 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب المتفرقة التوقعات الخاصة خلال اليومين القادمين نلاحظ معكم الأجواء مستقرة خلال يومين الخميس والجمعة مع ظهور بعض السحب ارتفاعات مختلفة في حين ترتفع فرص حطوة زخات رعدية من الأمطار في العاصمة الرياض لا سيما يوم السبت وتكون هذه الفرصة حتى اللحظة هي فرصة متوسطة لأن تطال هذه الأمطار العاصمة الرياض كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء